الأيام هي الأيام أقرأ عليكم من الجزء الثالث من مروج الذهب ومعادن الجوهر للمؤرخ المسعودي الذي كان على دين سقيفة بني ساعدة لكنه تشيع في أخريات أيامه وهذا الكتاب كان قد ألفه أيام كان على دين سقيفة بني ساعدة هذه الطبعة طبعة دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان في صفحة الرابعة والتسعين إنهم شيعة العراق ولن يتغير لن يتغير وهلك يزيد ابن معاوية هلك يزيد بفترة لم تكن طويلة بعد قتل سيد الشهداء وهلك يزيد ابن معاوية ومعاوية ابن يزيد الذي جاء من بعده وعبيد الله ابن زياد على البصرة أمير فخطب الناس وأعلمهم بموتهما بموت يزيد وموت ولده معاوية معاوية قتلوه الأمويون قتلوه لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل أذهب إلى اللقطة نفسها فخطب الناس من؟ عبيد الله ابن زياد خطب الناس في البصرة فخطب الناس وأعلمهم بموتهما وأن الأمر شورى إلى هذه اللحظة لم ينصب له أحد وقال لا أرض اليوم أوسع من أرضكم يخاطب أهل البصرة يبين لهم إنجازاته لا أرض اليوم أوسع من أرضكم ولا عدد أكثر من عددكم ولا مال أكثر من مالكم في بيت مالكم مئة ألف ألف درهم ومقاتلتكم أي القوة العسكرية ومقاتلتكم ستون ألفا وعطاؤهم وعطاء العيال ستون ألف ألف درهم فانظروا رجلا تردونه يقوم بأمركم باعتبار أن الخليفة في الشام مات وانتهى أمر ولايته على البصرة فانظروا رجلا تردونه يقوم بأمركم ويجاهد ويجاهد عدوكم وينصف مظلومكم من ظالمكم ويوزع بينكم أموالكم فقام إليه أشراف أهلها أشراف أهل البصرة ومنهم الأحنف ابن قيس التميمي وقيس ابن الهيثم السلمي ومسمع ابن مالك العبدي هذه قبائل شيعية كانت في البصرة وهذا الأحنف ابن قيس كان من الوجوه والقيادات في جيش أمير المؤمنين هؤلاء هم الذين كتب إليهم الحسين يطلب نصرتهم فما نصر الحسين خرج البعض منهم والذين خرجوا لنصرة الحسين خرجوا بدافع عشائري لأن شيخهم طلب منهم ذلك ولذا لم يدركوا يوم الحسين في منتصف الطريق ووصلتهم الأخبار بأن الحسين قد قتل فرجعوا إلى ديارهم في البصرة هذه القبائل شيعية وهذه الشخصيات شيعية هكذا يقال عنها كشيوخ العشائر اليوم الذين يدينون بدين العشائر ولا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة وإذا كان فيهم من أحد متدين فإنه يدين بدين المرجعية الطوسية ومثل ما كانوا يهوسون ويدقون الصدام الآن يهوسون ويدقون للمرجعية الحكاية هي الحكاية ما هي العشائر العراقية بعد أن قتلت الحسين وأهل بيته وأنصاره وهجموا على خيامه وعائلته اختلفوا فيما بينهم في مسألة تقسيم الرؤوس لأن كل قبيلة كانت تريد أن تأخذ عددا أكثر من الرؤوس كي يتقربوا بذلك إلى عبيد الله بن زياد إلى ابن مرجانة الزانية وأبوه زياد ابن سمية الزانية إلى أبناء الزواني ولذا فإن سيد الشهداء وهو يتحدث عن وصفه ووصف يزيد بذلك من أنه الدعي ابن الدعي فإن حال يزيد كذلك كحال عبيد الله بن زياد وكذلك حال معاوية فإن حاله كحال زياد بن أبي فقام إليه أشراف أهلها ومنهم الأحنف ابن قيس التميمي وقيس ابن الهيثم السلمي ومسمع ابن مالك العبد فقالوا ما نعلم ذلك الرجل غيرك أيها الأمير أنت أنت تبقى مع أنه هو الذي يقول لهم إن الخليفة في الشام مات وعهد ولاية انتهى فانظروا إلى أحدكم حتى لو كان يقول هذا الكلام كذبا لكنهم يستطيعون أن يحتجوا عليه هو الذي قال هذا الكلام إلا أنهم أجابوه بهذه الطريقة فقالوا ما نعلم ذلك الرجل غيرك أيها الأمير وأنت أحق من قام على أمرنا حتى يجتمع الناس على خليفة فقال أما لو استعملتم غيري لسمعت وأطعت هذا حال شيعة في البصرة في الكوفة ماذا أتعلمون أن اقتراحهم في الكوفة أن ينصب عمر بن سعد واليا عليهم لماذا لم ينجحوا في ذلك لأن نساء الشيعة خرجنا في مظاهرة واعترضنا على ذلك فصعد عمر ابن حريث على المنبر هذا كان نائبا لعبيد الله بن زياد في البصرة فعبيد الله بن زياد كتب إليه وأمره أن يفعل نفس الشيء الذي فعله عبيد الله بن زياد في البصرة لكن لكن أهل رفض وقالوا نحن نختار شخصا من بيننا فصعد عمر بن حريث على المنبر فخطب الناس وذكر لهم ما دخل فيه أهل البصرة من أنهم نصبوا عليهم عبيد الله بن زياد فقام يزيد ابن رويم الشيباني فقال الحمد لله الذي أطلق أيماننا يعني لا بيعة في أعناقنا باعتبار أن الخليفة في الشام قد مات الحمد لله الذي أطلق أيماننا لا حاجة لنا في بني أميه ولا في إمارة ابن مرجان إلى أن يقول المسعودي لأن الكلام طويل فقال جماعة يرشحون أميرا على الكوفة فقال جماعة إنه عمر ابن سعد فلما هموا بتأميره أقبل نساء من همدان وغيرهن من نساء كهلان والأنصار وربيعة حتى دخلنا المسجد الجامع صارخات باكيات معولات يندب بن الحسين ويقول أما رضي عمر بن سعد بقتل الحسين حتى أراد أن يكون أميرا علينا على الكوفة فبكى الناس وأعرضوا عن عمر إلى آخر ما ذكره المسعود في كتابه ليسوا مجبرين على اختيار عبيد الله بن زياد في البصرة وليسوا مجبرين على اختيار عمر بن سعد في الكوفة ولكنهم ذهبوا بهذا الاتجاه هذا هو حال أهسستاني وحال أتباعه الذين سيدافعون عن مواقفه هذه تأريخ أسود تأريخ الشيعة في العراق تأريخ أسود ولا زال تأريخهم قذرا مع العترة الطاهرة من هنا يقول الأئمة من أن قتلة الحسين موجودون في آخر الزمان وهم الذين يزورون قبره ويتشافون بتربته يتبركون بتربته ويتشافون بتربته وإمامنا الرضا يقول إنهم ينتحلون مودتنا ولكنهم ليسوا منا ليسوا منا ثم يلعنهم المشكلة ليست في العاطفة القلبية المشكلة في المنهج الرسالة التي وصلت من إمام زماننا إلى الشيعة في عصرنا في العقود المتأخرة ماذا يقول فيها إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي الشيعة يبكون على الحسين يخدمون الحسين على المذهب الطوسي والمذهب الطوسي هو مذهب مراجع النجف وكربلاء لا علاقة له بدين العترة الطاهرة أنا أقول للشيعة حينما تتابعون برنامجا في هذه القنوات المختلفة ويخرج متحدث فيقول من أن الطعام الفلاني فيه مادة مسرطنة من أن الشامبو الفلاني فيه كذا وكذا من الأضرار الدليل كذا وكذا ألا تتأكدون من هذا أنا أحدثكم عن دينكم لا أقول لكم اتبعوني ولا أقول لكم صدقوني ولكن هذه الحقائق خطيرة اذهبوا وتأكدوا بأنفسكم هذه الحقائق خطيرة أنا لا أقول لكم اتبعوني ولا أقول لكم امدحوني ولا أقول لكم صنموني ولا أقول لكم صدقوني العنوني ولكن هذه الحقائق خطيرة هاتون أما عندكم من عقل تفكرون تقولون هذا الرجل يخرج يوميا المبلغون المتحدثون تحدثوا وبلغوا وانتهى شهر رمضان شهر رمضان انتهى وشهر شوال انتهى وهذا هو الشهر الثالث وانا يوميا اخرج لمدة زمنية طويلة وبالبث المباشر وكم هو عسير ذلك آتيكم بالوثائق والحقائق والمصادر هل يعقل كل الذي أقوله لس صحيحا لابد ان يكون بعضه صحيحا كل الذي أقوله في غاية الخطورة فليكن اكثر كلام كذبا وادعاء وافتراء وبهتان لكن لا يمكن ان يكون كل كلام كذبا لا يمكن ان يكون كل كلام افتراء في الوقت نفسه انكم لا تسمعون صوتا واحدا يرد على هذه الحقائق واذا ما رد بعض الجهال فانني قد اجبته والقمته حجرا بل القمته خراء في فمه وفم ابيه كل الذين فتحوا افواههم ملأت افواههم وافواه ابائهم خراء وعلى عينك يا تاجر وبرامجي موجودة وما قاله الاخرون موجود وكل شيء متوفر على الشبكة العنكبوتية لا يفرض ذلك عليكم ان تبحثوا عن حقيقة دينكم وهل انكم على دين العترة الطاهرة اذا كنتم على دين العترة الطاهرة فاين حقائق دين العترة الطاهرة لن تجدوها الا على هذه القناة ومن مصادر دين العترة الطاهرة قارنوا قارنوا بين الذي تقدمه هذه القناة من حقائق دين العترة الطاهرة وبين الذين يدعون كذبا وزورا اتحدث عن مراجع النجف وكربلاء من انهم على دين العترة الطاهرة قارنوا ستكتشفون الحقيقة بانفسكم نذهب الى فاصل اقول لهذا السستاني الاخبر الذي يريد منا ان نتعلم البكاء على الحسين من شاعر صدام من هذا الشاعر الصابئي البعثي الصدامي اقول له هل الصابئة يتعلمون منا امور دينهم لماذا نحن نتعلم من الصابئة البعثيين امور ديننا لماذا انت تنكر احاديث اهل البيت صلوات الله عليهم لماذا انت تحارب منطق قناة القمر هل قرأت القرآن هل تفقه القرآن حينما تقرأه ماذا قرأت في سورة الشعراء هل قرأت هذه الايات انها الاية الرابعة والعشرون بعد المئتين بعد البسملة والشعراء يتبعهم الغاوون الوجه الاول للآية فانها تتحدث عن الشعراء في مستوى العبارة هناك افاق اخرى في هذه الايات ولكن بحسب ما هو المعروف من وجه العبارة فان الايات تتحدث عن الشعراء عبد الرزاق عبد الواحد اليس هو من الذين تنطبق عليهم هذه الاية هل تريد ان تخرج عبد الرزاق عبد الواحد من هذه الاية باي دليل القرآن يرفض هذا اقرأوا الايات والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون لكنهم لا يهيمون في الوادي الصحيح للعترة الطاهرة في كل واد يهيمون الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون فكيف فكيف يوثق بهؤلاء الذين اوصافهم واحوالهم هي هذه هذا تقييم القرآن لهم من انهم لا يمتلكون الكفاءة ولا النزاهة ولا الصدق والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهل تريد ان تجعل عبد الرزاق عبد الواحد من اهل هذه الاية الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وهذا احد اعوان الظلمة بل هو من الظلمة انفسهم هذا هو الذي يؤله صداما ويسبغ عليه من الاوصاف التي لا يستحق اي شيء منها عبد الرزاق عبد الواحد مصداق لهذه الايات فانت يا ايها السستاني هل تؤمن بالقرآن هل قرأت القرآن حينما تتخذ موقفا هل تجعل القرآن امام عينيك ام ان مصلحتك ومصلحة ولدك في ان يكون مرجعا من بعدك تجعلك تذهب في الطريق المنافر لمنهج العترة الطاهرة والشعراء يتبعهم الغاوون انه يريد من الشيعة ان يكون غاوين يتبعون عبد الرزاق عبد الواحد وامثاله ماذا نقرأ في الاية السادسة والخمسين بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة لا اكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي الذي يريد الرشد فماذا يفعل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم هذا هو الرشد الذي يبحث عن الرشد ويريد الفرار من الغي عليه ان يتمسك بولاية علي وآل علي علي ان يتمسك باولياء علي وآل علي قد تبين الرشد من الغي فاين الرشد هنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله اما هذا فهذا احد عبيد الطاغوت الذين يجب علينا ان نكفر بهم لا ان نجعلهم وزراء للثقافة يا ايها السيستاني الاخبار ولا ان تتعلم الشيعة منهم كيف يبكون على الحسين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم تذكروا هذه الآيات وتذكروا موقف هذا الاخبار والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون منطقان منطقان منطق الامير ومنطق الحمير الذي ادعوكم اليه انه منطق الامير الذي يدعوكم اليه السيستاني انه منطق الحمير منطقان منطقان منطق الامير ومنطق الحمير الذي ادعوكم اليه هو هذا ما يقوله امير المؤمنين هذا منطق الامير انها الخطبة السابعة والاربعون بعد المئة من نهج البلاغة الشريف اطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة السادسة والاربعين بعد المئة فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الاجرب والباري منذ السقم واعلموا واعلموا هذا هو منطق الامير واعلموا واعلموا انكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه من اين تأخذون ثقافتكم من هذا السستاني الاخبر الذي يريد لهذا الصابعي البحثي الصدامي من عبيد الطواغيت ومن اعوان الظلمة بل من الظلمة انفسهم يريد من الشيعة ان يتعلموا منه كيف يبكون على الحسين في الوقت الذي يدمر احاديث البكاء على الحسين في كتب الحديث لانها ضعيفة الاساني فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الاجرب والبار من ذي السقم واعلموا انكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه من هو الذي نقضه السيستاني هو الذي نقض الكتاب نقض مضامين الآيات في سورة الشعراء انه مثال من الامثلة مثال واعلموا انكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه لهذا السبب اصر على ذكر عورات هؤلاء المراجع الثولان هؤلاء المراجع البتريين هؤلاء المراجع السفهاء واعلموا انكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ انتم بالخيار بين منطقين بين منطق قناة القمر وهو منطق الامير ومنطق السيستاني وهو منطق الحمير حينما يريد منكم ان تتعلموا البكاء على الحسين من عبد الرزاق عبد الواحد هذا هو منطق الحمير هذا هو منطق الحمير وبامتياز فأنتم بين منطقين فاختاروا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنق